عشان دولي الإعلام بقى أنا محتاج هتلاقيهم عندهم كل الألعاب ورجال ونساء وكل شيء ماذا الأنداز الشعبية او ليه تحفز الأنداز الشعبية لأنه يكون لديهم فريق كرة قدم النساء أول الصور دي ممكن تعلينا هقول لحضرتك هنا ده في النادي الأهلي بصراحة كانوا عملوا أكاديمية كرة القدم نسائية ومن هنا بقدم لهم التحية بصراحة في نادي الأهلي لأن دلوقتي هم هيشاركوا بفريق تحت 17 سنة للناشئات ودي خطوة إيجابية جدا وأتمنى أن كل الأندية الشعبية بقى عندهم فريق كرة القدم نسائية زي مثلا الزمالك، الاتحاد، المحلة، الإسماعيلي والأندية دي كلها أكيد هتفرق معنا جدا وجودهم في الدوري هيدي تسويق أعلى الدوري بتاعنا، هيدي قوة للدوري عندنا وإحنا محتاجين ده فعلا، البنات محتاجين ده يتشافوا من خلال ده لأننا عندنا مواهب مع الكابتن شط الكابتن شطة وكابتن أميرة هم كانوا أصحاب الدعوة، هم هناك في الأهلي أكاديمية كبيرة جدا وقد إيه كان فيه عدد كبير من البنات عليها إقبال يعني أنا مش عايزة أقول لحضرتك أن الموضوع ما فيهوش إقبال بالعكس فيه إقبال كبير جدا، فيه عدد كبير جدا من البنات بيشاركوا أعمر سنية مختلفة فالموضوع من فاندم أنا بقولك الكلام ده من الدائرة الصغيرة اللي في حياتي مش بقولك على المستوى السوشين ميديا أنا كل أسر حوالي يقولي أنا عايز خلي حتى الناس بتسألني الطرف نادي بنتي تروح تلعب فيه كرة قدم دي طبعا ما كنتش بسمع زمان كان أي لعبة تانية لكن دلوقتي كله عايز يلعب كل أداء في اجتماع مجلس إدارة طبعا واضح طبعا اجتماع مجلس إدارة أنا بس أحب أشكر طبعا أعضاء مجلس إدارة ورئيس المجلس معنا لأنهم ليون دور كبير جدا في دعمين أنا أحقق الإنجازات دي فكرة الوان منشو ما بتنجحش قالوس الفترة اللي احنا فيها محتاجين التضافر كل الجهود وكلنا ندعم بعض عشان ننجح باخد رأيي طبعا كابتن حازم إمام وكتن بركات في المنتخبات عندنا لأن طبعا عندهم دام من ضمن مهامهم وهم عندهم طبعا نحية فنية أساسية بالنسبة لهم وبيفيدوني جتير جدا هما داعمين دايما ليا وبقى عدد المجلس الجميع يعني ليهم كل الشكر والتأدير رئيس المجلس فكرة وإن هما كمان مقتنعين بالفكرة الكرة النسائية وإن هي لازم تاخد حقها صورة جمال طبعا لقيته برضو مقتنع جدا بكرة القدم نسائية ودلوقتي إحنا موجودين كمان بنتواصل مع تحاد شمال أفريقيا وموجودة في اللجنة المنظمة لبطولها الجاية بتاعة شمال أفريقيا للكرة النسائية ممتاز ممتاز في نفسه إزاي تطور وإزاي نساعد بعض عشان نطور الملف دا فمشكر حضرون طبعا على دا هاي هاي اللي جاب على سؤالي بقى